بالبداية نحكي على موضوع الاحتفال بالمولد النبوي طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم المولد النبوي هو ذكرى عطرة ومناسبة سعيدة يعني تنزل أو يعني نعيشها في حياتنا هو ليس عيد لنعتقد اعتقادا أن أعيادنا في الإسلام عيدا ينايد الفتر وعيد الأضحى لكن الاحتفال بالمناسبات الدينية بالانتصارات بذكرى الإسراء والمعراج مثلا بغزوة بدر بغزوة الخندق بفتح مكة أيضا بالمولد النبوي هذه انتصارات وهذه مناسبات كان لها تأثير كبير جدا في حياة المسلمين المولد النبوي مولد خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم الاحتفال به أبدا ليس بدعة وعندما نقول بدعة نقول أن كل شيء ربما يكون جديد أو مخالف للشريعة الإسلامية أو متعبد به هذه الثلاث ضوابط للبدعة إذا فهمنا هذه الضوابط الثلاث ربما نسعف أنفسنا كثيرا أن نخوض في قضايا كل جديد أو ظواهر الحياة من حقنا أن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم بميلاد رسول الله كثير من الناس يقول أن النبي توفي أيضا في هذا اليوم صحيح أن النبي توفي فيه فلماذا لا تحزن وأنتم تحتفلون نعم نحن نحتفل بالأشياء التي تجعل منا مبدعين بالأشياء التي تخرجنا من تحت الأنقاض احتفالنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالإنجازات يذكرنا بالإبداع يذكرنا بالإضافة النوعية على حياة البشرية يذكرنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بكيف نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نرى مظاهر الفرحة في البيوت في المدارس في الجامعات في الأسواق في الشوارع نرى الناس ربما يكثرون من الصلاة على رسول الله يرى الناس يعني يمجدون رسول الله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لماذا لا نشعل مواقع التواصل الاجتماعي ابتهاجا وسرورا وتذكيرا هي ذكرة نعم هي ذكرة وليست يعني ذكرة عطرة ذكرة سعيدة مناسبة سعيدة ندخل أسرور على نفوسنا وعلى نفوس أبنائنا وبناتنا في كل مكان بتعود بكثير يمكن دكتور كمان علينا وعلى أسرنا وعلى أبنائنا أنه إحنا منذكرهم كمان يمكن أهم إشي نذكرهم بصفات الرسول اللي لازم نقتضي فيها وتكون هي جزء كمان تفاصيل حياة وسيرة الرسول خلونا هيك كمان نرجع نتذكرها ونقتضي فيها والله يشوفي هو كثير من الأشياء دائما الخلافات الفقهية مرات بتنغص علينا شوي يعني أنا دائما رسالة ربما أوجهها هنا إلى علماءنا الأفاضل ومشايخنا أنه نخرج دائما من الخلافات الفقهية العقيمة والنقاشات العقيمة اللي كل سنة كل سنة نحكي مثلا كمان شوي نحن جايين على رأس السنة الميلادية شو حكم تهنيئة النصارى أو المسيحيين أخوانا المسيحيين برأس السنة الميلادية لماذا ما بيطلع هكي فتوى تلغي كل الفتاوي قبلها طلعت بس للأسف الشديد في ناس ما زالوا مصرين على أنه يطلعون هذه التعقيدات كل سنة وهذا بداع وهذا حرام وهذا ما بصير يمكن هي دكتور حسب المذاهب بالتروح؟ هو حسب المذاهب صحيح لكن نحن الأصل أن نعيش الواقع الأصل أن نفهم الحديث النبو الشريف في ظل الواقع الواقع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث ربما الواقع لا ينطبق عليها الآن وبالتالي هذا من ضمن تخصص ما نحن في الحديث الشريف عندما نريد أن نفهم الناس الحديث الشريف في ظل الواقع الذي قيل فيه ليس كل حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على واقعنا ربما هناك واقع مختلف علينا أن نفهم الحديث في مجموع الروايات التي في كل الروايات في كل الظروف وفي ظل الواقع المعاصر عندها نخرج من موضوع الجمود والتشنج في فهم بعض القضايا يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم ما المشكلة أن نفرح ما المشكلة أن يكون مولد النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقة للأمة انطلاقة للفرد انطلاقة للأسرة انطلاقة للشباب انطلاقة للفتيات عندما ترى الفتيات هذه الاحتفالات أو الشباب يرون هذه الاحتفالات يعتبرون نعم حقيقة أن هناك رجل في حياتهم يجب أن يكون هو القدوة الأول محمد صلى الله عليه وسلم فيرجعون ينكبون على سيرته يقرؤون سيرته يقرؤون أفعاله يقرؤون إنجازاته موضوع الأخلاق عندما نحتفل بالموند النبو الشريف نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي زوجا كيف كان أبا كيف كان ابنا عندما ذهب إلى قبر أمه وبكى فوق القبر والصحابة الكرام ينظرون إليه وهو يبكي على قبر أمه كان ابنا بارا وكان زوجا يعطي الزوجة حقها يعطي الزوجة قيمتها قبل قليل كنت تتحدث مع الدكتور بكر زميلنا وحبيبنا في موضوع الاقتصاد أن الزوجة شريكة في البيت مع زوجها في الأمور المالية والنعم الزوجة ليست جارية عند زوجها الزوجة ليست خادمة فقط لزوجها الزوج والزوجة يكملان بعضهما البعض في مسيرة الحياة كيف كان النبي أب عندما كان يحتض فاطمة رضي الله عنها ويقبلها على جبينها ويقول لها أنت أحب أهلي إلى نفسي كيف كان يدلل أحفاده الحسن والحسين هذا لأن النماذج كيف كان النبي يتعامل مع أصحابه كيف يتعامل مع أعدائه كيف يتعامل مع أهل مكة في فتح مكة كيف يتعامل مع اليهود كيف يتعامل في الحروب عندما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع إلى أخلاقه لنقتدي بها في حياتنا هذا هو الاحتفال الحقيقي أن تكون هذه الذكرى حياة نعيشها وانطلاق جديد بالعكس يمكن كل الناس هيك بتكون فعليا اليوم بمأنها كمان عطلة الكل مبسوط وعن بيزينوا بالبلد وبالشوارع والأطفال بيشاركوا والاكبر بيستن بيشاركوا يمكن كمان هاي التقوص الاحتفالية يمكن من الأشياء الحلوة اللي احنا كل سنة بنشوفها بالبلد كل البلد بتكون هيك مبتهجة فيها اليوم نعم بعدين ستة لكل أمة لها رجل والأمم كما نشاهد الناس الآن يشاهدون الأمم في الأرض والحضارات في الأرض يحتفلون بالنماذج التي صنعت هذه الأمة نحن لا نريد أن نصنع تمثال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نريد أن نفعل ما يفعلون صحيح لكن في المقابل لماذا لا نشعر الناس أنه نعم عندنا من هو نموذج حقيقي في حياتنا يختلف عن كل هذه النماذج النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إضافة للبشرية كلها هو ليس خاص فينا نحن المسلمين هو رجل للناس جميعا وهو نموذج للبشرية نظهر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عندنا الآن الفضاءات مفتوحة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا في إسبانيا في أستراليا في آسيا لماذا لا يكون هناك توعية لحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشوهون صورة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نمارس الفعل الحقيقي في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل المحافل في كل المواقع في كل الفضائيات لنظهر حقيقة صورة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو وليس كما يشوهه بعض الناس نعم آخر شيء دكتور كيف نقدر نغرس حب الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائنا؟ أولا بالقدوة يعني أفضل أسلوب وأرقى موضوعه هذا من خلال أكيد كل التربويين وكل الناس مجمعين على أن القدوة هي أساس التربية عندما نشعر الطفل أن أفعالي أنا أستمدها من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يراني الطفل خاصة في سن سبع وثمان وتسع سنوات اللي هو السن اللي بصير الطفل يقلد أبوه أو أمه في كل شيء عندما يراني أنا ملتزم في أفعالي وفي حياتي في المنزل وخارج المنزل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحبب النبي إلى أطفالي وأمارس الأفعال الطيبة أمامهم سواء كان بالقول أو بالفعل يعني أبتعد عن الألفاظ النابية أو الألفاظ البذيئة أمام الأطفال الطفل بصير شيء يسمع كلام بذيء الطفل بصير شيء يسمع عبوه بيحكي كلام خطأ أنا بإمكاني أبتعد عنها إذا مصر أني بدي أحكيها أقل شيء أقل شيء هو ما بصير تحكيها لكن أقل شيء أمام أطفالك حاول ابتعد عن كل ما يشوه صورتك كرجل مسلم أو كأم مسلمة الطفل دائما لما بيشوف اهتمامك بنفسك اهتمامك بصلاتك في البيت اهتمامك بنظافة البيت وبتحكي له أنه كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيته نعم فالطفل الآن يكبر ويرى أبو بيصلى عنه بمثلا لما بيشوف إشي معين أنا عندي طفل الله يرضى عليه لما بيشوف إشي معين بيعجبه بيقول بسم الله ما شاء الله هو لا يتجاوز عمره خمس سنوات لكن هو سمع أبو حكاية الكلمة بجوزه مش فاهم معناها لكن يعني فرق بين ما يقول واو وبين ما يقول بسم الله ما شاء الله هو اقتدى بأبو فالقدوة الحسنة أنا أصحح أخلاقي أصحح أفعالي أولا ثم أغرس هذه الأخلاق في نفوس أبنائي باللطف وليس بالتنفير يعني مش بالعصاي ومش بالقوة تعال بدك تعمل زي ما كان النبي يعمل وتلبسه لباس معين نحببه فيه بطريقة هيك يعني أنا أستغرب على البعض في أنه يريد أن يلزم أطفاله بلباس معين يدعي أن هذا لباس النبي صلى الله عليه وسلم يدعي من أين لك هذا لا أعلم أو بطعام معين النبي كان يوكل هذا الطعام طب النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس قومه وأكل طعام قومه وربما تكلم لغة قومه أيضا فبالتالي التطور في اللباس أو التطور في الطعام أو التطور في اللغة ربما يعني في بعض الناس بيقول لأولاده تتعلموش لغة الإنجليزية أو تتعلموش لغة العبرية أو كذا ليش؟ لأنه النبي ما حكاهاش بالعكس النبي كان يشجع أصحابه بعض أصحابه أنهم يتعلموا لغات أقوام آخرين بدليل أنه لما كانت تيجي عنده الوفود كان يكون عنده مترجم من أصحابه يترجم له ما كان يقوله الناس من الفرس أو من الروم أو من غير العرب فبالتالي النبي عاش في مجتمع وانفتح على هذا المجتمع وعاش في حياة مليئة بالسعادة مليئة بالحيوية وأنا هنا أيضا رسالة ثانية أوجهها للعلماء الأفاضل وللمشايخ الأعزاء على قلوبنا أنه ليش بنت نركز في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما على الفتوحات كويس الفتوحات أمر عظيم جدا والمعارك في حياة النبي أمر عظيم لماذا لا نركز على النبي الإنسان؟ لماذا لا نركز على النبي الذي عاشه؟ يعني فتح مكة في السنة الثانية للهجرة غزوة أحد عفهم غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة وغزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة نركز دائما على غزوة بدر وننتقل الحديث عن غزوة أحد طب وخلال السنة شو كان يعمل النبي كان قاعد مش بنى مجتمع مش بنى أفراد مش يشتغل على الأفراد وبنى أسر بنى جيش بنى دولة بنى سوق بنى مال عمل علاقات خلالها يستنعن بمكان نايم فلماذا أيها السادة نركز على المعارك فقط ونظهر الإسلام على أنه دين حرب حروب فقط لا الإسلام ليس دين حروب والنبي ليس رجل حروب فرصة نتذكر نعم النبي ليس رجل حروب في المولد النبوي وفي غير المولد النبوي في كل المناسبات الدينية لا تظهر النبي على أنه رجل حروب هم فقط التوسع أو هم الفتوحات الإسلامية النبي رجل دعوة والدعوة لها أكثر من طريق ثم النبي رجل بنى مجتمع رجل اشتغل على القلوب واشتغل على الناس اشتغل على الكبير والصغير على العربي وعلى غير العربي ياريت أنه هذه أيضا تكون فرصة لدراسة كل هذه الجوانب في حياة النبي من خلال الانطلاق من مولد النبي صلى الله عليه وسلم ندرس كل جوانب حياته ندرس حاجتنا الآن إلى رجل ينقذنا إلى قدوة ينقذنا من المآسي التي نعيشها ربما ظروفنا الآن مشابهة لما كانوا يعيش العرب من تفرخ من تشرذم من ختال من فتن من حروب نحن الآن بحاجة إلى أن نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم